يرى المشهد الأرضي نحن بطلنا نكتب القرآن نتحدث معه مرد, من هداك المريد نتحدث معه حنا من هداك نتحدث سرطان و يرى القديس رأيت الفردوس مليان من مرضى سرطان ترى المشهد هون مؤلم و يرى المشهد السماوي كم مفرح الفردوس ملان من مرضى سرطان وهون السيد في إنجيل اليوم حطلنا هرم الأولويات اللي لازم يكون في حياتنا يعني شو حكى لنا إنجيل اليوم مش المهم إنك تكون جسدياً بصحة المهم إنك تكون روحياً بصحة يعني شو اليوم بيحكي لنا السيد لكل واحد فينا بيحكي لنا انتبه لصحتك الروحية لنقاء قلبك وذهنك مش لصحة جسدك ما تخاف لو جسدك مرد لو في ألم في جسدك ما تخاف لهذا الشي مش مشكلة مش مهم المهم قلبك المهم ذهنك المهم حلقك الروحية هذا المهم بل هذا الأهم حط هرم الأولويات اليوم السيد وعشان هيك حكى ما الأيسر أن يقال أنون أسهل مغفورة لك خطيات أم قم وحمل سريرك ومشي؟ يعني أنون الأسهل إنك تنال مغفرة الخطايا أم أن تشفى من المرض؟ الأصعب هو أن تنال مغفرة الخطايا وهون بيجي دور سر الاعتراف في الكنيسة لما بتروح عند أبوك الروحي ما تستهين في هذا الشي لما بتركع أمام الإيكون المقدسة وإنت تعترف بخطيات ما تستهين بهذا الشي وتفكر إنه إشي شكلي لا هذا الأهم ما تستهين لما الكاهد برفع البتراشيل وبحطه على راسك وبصلي عليك إفشين الحل وفي نهايته بيحكي لك اذهب بسلام وأما ما اعترفت له من ذنوب فلا تهتم لها بل اذهب بسلام هذا السلام اللي بتأخذه بعد سر الاعتراف ما في أعظم منه هو سلام المسيح اللي ما بقدر أحد إنه ينزع من قلبك عشان هيك حكى السيد النول أيسر إنك تروح عند الأب الروحي وتعترف وتأخذ مغفرة خطيات أم أن تذهب إلى الطبيب وتعافى من أمراضك الجسدية لازم تروح عند الطبيب بالطبع ولازم إنك تسعى من أجل صحة جسدك ولكن الأولى هي صحة روحك وهون نحن كتير مرات ما مندرك أمراض عصرنا ومنها مرض السرطان نحن مرض السرطان منشوفه كإشدراماتي يعني منشوف سورته اللي هي حقيقة مؤلمة وهي بالحقيقة مؤلمة لما منشوف أطفال بتعذبوا على سرير المرض لما منشوف أمهات ونساء وأباء وأجداد وشيوخ بهذا المرض نتألم من أجلهم ننصلي من أجلهم هذا المهم بل هذا الأهم ولكن عليه كل واحد فيه لأنه نعلم أنه وراء هذا اللي منشوفه والله ما بده إياه الله ما وضع المرض في حياتنا المرض دخيل لإلنا المرض دخل بعض الخطيئة الموت دخل بعض الخطيئة يعني المرض والموت مش مخلوقين من ربنا يعني هدول داخلين لإلنا دخلوا علينا كنتيجة للخطيئة فربنا ما خلق ولا المرض ولا الموت ولكن ربنا حتى هدول اللي قاتوا بسبب معصيتنا بسبب ننحنا بسبب خطيتنا مع ذلك ما حبته تشملهم بعنايته الإلهية ومع إنك وأنا وأنت منشوف الشيء المؤلم الموجع الخارجي ولكن الله يعمل في قلوب أولئك الناس حتى يقدسهم حتى يحضرهم لملكوته السماوي وعشان هيك بيجي القديس بايسيوس اللي بكرة منحتفل في عيده قديس عصرنا القديس بايسيوس شو بحكي بحكي شفت الفردوس وقديش لقيت فيه مرضى سرطان مليان الفردوس من مرضى سرطان شوفوا المشهد المشهد الأرضي نحنا بطلنا نحكي الكلمة نحكي معه مرض من هداك المرض نحكي هيك لحنا من هداك مناش تحكي سرطان وشوفوا القديس شفت الفردوس مليان من مرضى سرطان شوفوا قديش المشهد هون مؤلم وشوفوا المشهد السماوي قديش مفرح الفردوس ملان من مرضى سرطان هاد هو أبنائي ما تقفوا عند الموت ولكن شوفوا الحياة الآتية بيسوع القائم من بين الأموات